السلام عليكم. كانت منكم تكونوا بألف خير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم ملاوي ديزهم الكلام كان قطعهم كي تقطعوا حد سهولة ومرقين من الداخل غا نعطيكم جميع الأسراط ديل هاد الملاوي باش ينشحوا معكم من المرة اللولة مليون في المية ماشي بحل دوك الملاوي اللي كان قطع فيهم وكي تجيب دو بحل ده كلاستيك كانت مننا تشجعوني بلي لايك والاشتراك في القناة عالم سعاد والبرتاج مع الأصدقاء والأحباب ديالكم وفي النوم مواقع اجتماعية باش تعمل الفائدة على الجامع وما تنساوش تقطع الجرس باش وصلكم كل جديد نمشي المقادير وطريقة تسحضر بالنسبة المقادير عدنا القياس ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات قياس ديال القمح الصلب بحل بحال عدنا الملح فقط والماء بارد دبل جو سخون يعني كان ديرون مبارد كان الجو بارد كان ديرون نبدو بسم الله كنجمعوا العجينة ديالنا العجينة ما تكونش خفيفة كتلصق نهائيا لكن هادي دائما هاد المقولة اولا هاد الكلام كنقولو كنا زربانين غادي نشدو هاد العاجين وغادي ندلكوها واحد خمسة دقيقة باش دغية نوجدوها كنتو على خاطركم غادي تجمعوها وددلوها فاحد البلاستيك غادي تخليوها تقريبا واحد ساعة المقانة بينما ديالكاس فاديك البلاستيك كترجع اليها وكتولي زوينة صارحة جربتها وعاوت يعني ما فيهاش القدو مدلكيها مدليلاتي حاجة وكتجمعوها اما في بلاستيك اولا في شبواطة ديال بلاستيك اولا في طنجرة وندهنوها بالزيت ونغطيو عليها غادي تجيكم ملسا جينا رائع لكنتو زربانين غادي دلوها خمسة دقيق صافي وغادي تكون ملسا دليك يعطيها اديك كتولي ملسا كتولي عجينة زوينة مباشرة غادي نقطعها وغادي نشكلها قسمتها على 4 صافيك نقورها غادي نعطيكم طريقة سهلة وفي المتناول غا حاجة واحدة اللي بغيت نقول لكم اللي عندها المكان في انتا تخدم صغير اللي عندكم شي طاوى ديال الفرن تكون كبيرة هاديك را تقدرو ديرو فيها المسمن الملاوي تسرحو فيها اللي عندو شي طاوى او لا لا طالي قد دخل الفرن تكون كبيرة متسعة وتكون قية بالحق ما شيدو كلتي يكونوا كحلين شوية المهم تكون جديدة هادي كتبدو تديرو فيها المسمنة را كات جيزوينة را جارتي انا كتخدم فو حد لطا نخليها غل المسمن يعني متسعة وكبيرة كتبقى قاسة في الطبلة وكتخدم المهم كنجمعو العاجين ديالنا كنشكلوها كويرات كندهنوها بشوي ديال زيت كنغطاو اليها في هذه القيصة غادي نخليوها خمستاشر دقيقة في الأول ما خليناهاش ارتاحة نهائيا دابا غادي نخليها خمستاشر دقيقة وغادي نرجع لها وما تخليوهاش كتر من خمستاشر دقيقة على شحة الجودة با تيس سخون يعني غادي تطلق كتر من القياس غادي ندوزو هاد الكريمة اللي غادي نوجدو كنديرو معلقة كبيرة ديال الزبتة تاب النسبة للزبتة ما قد ضيع شين الزبتة هاد الملاوي معلقة كبيرة ديال الزبتة كنضيفو لها جوج مع القبار ديال القمح القمح الصلب اولى فينو وكنزيدو لها تقريبا ثلاثة مع القبار ديال الزيت وكنحرقو كننضيفو واحد بكية ديال الخميرة ديال سبعة اولا ثمانية جرام ديال الحلوة صافي وكنبدو نبسطو في العجين هاد الكريمة هو اللي كتخليها رطبا رطبا بزاف وهو الشيشة وفي نفس الوقت ممرقة مني كان بدو نقسمو في العجين كتجي دغاية كتقطع ودغاية كتقسم ماشي كتبقى احنا سنقطعو ايا كتجر بحل ديال كلاستيك وهاد المسمن اولا هاد الملاوي وختيبات حاجة واحدة لي قصنا نديرو مثلا بلا تلاجة غادي نشدوه ونزيروه في شي تويب ونرجعو نديرو لبلاستيك غدائي نزيروه مزيان ونخليه في الفران او البلاسة اللي كتخلي او لا بغيت تخليه في تلاجة يمكن لكم والغد اللي هلا بغيتو غادي تتخنوه كي يجي بحل يلا طيبته كنتو بغيتو تخزنوه في تلاجة يمكن لكم تخزنوه تلأ اسبوع كنتو بغيتو تديرو في المجمد المجمد غادي بقى لكم تشهر تشهرين ما يطرالي تش حاجة غا هي المهم هو تزيرو عليه في شي بلاستيك يعني ما تخليه وش محلول كنصرح هاد العجينة مزيان في هاد البلاسة وكندير هاد الكريمة كما تشوفو كندهين مزيان كلها به هاد الكريمة اللي فيها الطقيق وفيها الحميرة وفيها الزبدة مع القضية الزبدة ومع القاوج مع القضية الزيت الثلاثة كنقسمها على جوج هتجي العملية سهله وزوينا زوينا بززاف غادي تعجبكم ثم كنتني كل نصف على جوج وحاجة اللي نقول لكم ونوصيكم عليها ارى الطريق هو المهم في هاد الملاوي الى ما ورقتوش مزيان ارى ما يجيكمش زوين تنقولها وتنعودها دائما فيما كنت في شي فيديو اراني سنقول لكم هاد القادية دروري المسمن يتورقوا جيرقيق باش يجيكم في الماكلة زوين ماشي تخليوا غلايضوا الطيب وغرامي يجيكمش زوين نهائيا صافيو كلوه وكندهنو عاود شوية ديال الكريمة وكلوه هادو ما كان قيسوهمش كنخلوهم يرتاحو كنجيبو اللي من قبل منهم صيبناهم وهم اللي كانعودو اللويهم زيان ونقرسوهم شي شوية ودائما مني كانديرو هاد العملية كانديرو في شي بلا طولة في شي بلا صال موهم وكننغطيو معاود بالبلاصيك موهمتا كنكملو العاجين ديالنا كاعمل عا باش ندوزو باش غاضي نطيبوه إلا كانت كيمية كبيرة ما غاديش تكملوها كاملة ودوزو تطيبو يكون معاكم شي حد حس غادي تطلق بزاف ولكن معاكم شي حد ودرتوا واحد الكيمية كبيرة واحد يقاد واحد يطيب نديرو المقلة فوق النار نوضعو هاد الملوية او للملاوية ديالنا كي تشد راسها كنقلبوها مباشرة من كي بديت تنفخ الملوي عارفوه بأنه مرق من الداخل وهاد الملوية راكي يجي خفيف خفيف الزوين هادي اول مرة كنديرها في القناة ديالي دير الملاوي باشكال وبأنواع هاد الشكل ديال الخميرة هو دقيق فينو او لدقيق القمح هاد الكريمة اول مرة كنديرها في القناة ديالي هاد الملاوي هاد الملاوي هاد الملاوي غزالين زوينين بزاف غادي لجربتوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم غادي نزيدكم واحد اخرى كنقرسها ماشين ما نخليهاش غليطة وفي نفس الوقت ما نشي ارقيقة بزاف صافيو كان نوضعها فوق المقلع كاتش الدراسة همسيان نار متوسطة ما تكونش مجهدة وما تكونش قليلة قليلة ما تطيبش ليكم مزيان تكون متوسطة سوف يكون بقى مستمره وانا كان نقلب نقدر الرش وحضر الشيشة ديال الزيت كيما تبال لكم كيتنفخ والشيش ورطب ومرق من الداخل كان بقى مستمره على نفس كيفية كنكمل هاد الملاويات اللي عندي كاملين بنفس الطريقة بما كاتلاحظو كيتنفخو سوف يكن نحيدها وكان بقى مستمره سكنكمل الملاويات كيما قلت لكم اللي عندي وتقدرو البنات تديرو صغر من هادا انا درتو ماشي كبير ماشي صغير مهم مص تقدرو تديرو الصغر من هكا كيما كتلاحظو كيتنفخ كي يجي رائع جدا انا وصحه هذا هو الملاويات اللي كي يجي ونعنى كلنا نشكر اكثر من رائعين بسحور راحة أستوديكم الله إلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة